مستوطنة سلوت ببهلاء كنز يتواصل اكتشافه مع مرور السنوات المستوطنة التي تقع على طول الجانب الشمالي الشرقي من حصن سلوت كشفت نتائج تنقيب البعثة الإيطالية من جامعة بيزا عن مقتنيات يعود تاريخها إلى العصر البرونزي ومناطق يتم فيها معالجة وإنتاج المعادن حصن سلوت عرف بتاريخه القديم جدا وأيضا المستوطنة التي تقع بالقرب منه فالمكتشفات الأثرية التي حصلنا عليها يعود تاريخها إلى العصر الحديدي والبرونزي موقع سمهرم الأثري في محافظة ظفارة حيث تم اكتشاف منطقة للوجود الإنساني في انقطاط الواقعة شرقا من سمهرم كما أشارت المقتنيات الفخارية والأدوات الهندية عن وجود جالية موقتة من الهنود سكنوا سمهرم والمجموعات الكبيرة من الجرار المصنوعة في إيطاليا تدل على التواصل الثقافي مع بلدان البحر الأبيض المتوسط كما تم العثور على أول فرن فخاري في شبه الجزيرة العربية مصر الحديدي والبرونزي قدم إلى موقع سمهرم خبراء من منظمة اليونسكو أثناء عملنا واطلعوا على بعض النتائج والمقتنيات التي عثرنا عليها المكان المشبع بالتاريخ ألهم حجب سوت ملكة مصر باقتناء شجرة اللبان الذي انطلق من أرض سكنها أناس في عصور خلت الاكتشافات الأثرية بموقعي سلوت في بهلا وسمهرم بظفار أثبتت الكثير من حقائق حضارة عمان على امتدادها العصور وارتباطها بعلاقات مع الحضارات الأخرى في حقب زمنية مختلفة من مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية فارس بن جمع الوهابي محافظة مسقط